كلمة أخيرة تفضلي رب أقول أنت بتختار كيف تعيش إن كان في الظروف الصعبة أو مش في الظروف الصعبة إن كان بتواجه ألم أو ما بتواجه ألم ممكن في ناس كتير بعرفهم مش مرضى وعندهم كتير أشياء في الحياة وعندهم اكتئاب وعندهم إحباط ومش قادرين يواجهوا الحياة وفي ناس الألم صحقهم ولسه عندهم فرح هذا فرح الرب وسط العواصف والرب بيقول قد جعلت قدامك الحياة والموت فاختر الحياة كأن الرب بعطينا نصيحة وبيقول ما تختار الموت ما تختار الإحباط ما تختار الاكتئاب ما تختار إنك تركز على المصيبة أو الألم الكبير اختار الحياة حتى لو بتواجه ألم صعبة وأنا هذا كان اختياري إنه أنا اخترت الحياة لأنه قال أنا هو الطريق والحق والحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر